بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية أرحب بكم جميعا وأشكر كل من تجاوب مع دعوة الاتحاد لتنظيم هذه الفعالية لنصرة المسجد الأقصى المبارك وأخص بالذكر فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ أحمد القطان الحضور الكريم لقد سارعنا لتنظيم هذه الفعالية نظرا لتمادي جيش الاحتلال الصهيوني في تعديه على الشعب الفلسطيني وعلى مقدساتنا الإسلامية في القدس حتى وصل بهم الأمر لمنع إقامة الصلاة في المسجد الأقصى فجاءت هذه الفعالية استنكارا لما يحدث في الأقصى بالتعاون مع كل من الشيخ أحمد القطان رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية رابطة أعضاء هيئة التدريب للمعاهد نقابة العاملين بالهيئة إضافة لرابطة شباب لأجل القدس وذلك تضامنا مع تلك القضية العادلة وبيان أهمية المسجد الأقصى وما يتعرض له من تعدي صارخ من قبل الكيان الصهيوني فأهلا ومرحبا بكم داعينا الله تعالى أن يوفق المسلمين لتوحيد الكلمة وتحرير فلسطين الغالية من براث هذا الاحتلال الغاشم وخير ما نستهل به تلك الفعالية آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها الطالب نواف الخارجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في قرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدر الله العظيم والآن مع كلمة الدكتور محمد الفايز أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريس فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم السادة والحضور والكرام تستنكر رابطة أعضاء هيئة التدريس الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت المسجد الأقصى المبارك وتستنكر منع المسلمين من إقامة الصلاة فيه بس وتستنكر كذلك إلى ما وصلت به الأمر إلى أن قيام الفتيات الإسرائيليات انتهاك حرمة المسجد والقيام في لعب التنس في داخله وهنا شبه عاريات ونشير إلى أن العدو الإسرائيلي لم يتجرع على المسلمين والمقدسات الإسلامية إلا نتاج ما يراه من صمت العالم الإسلامي وتفرقه مما دعاه كذلك للاستمرار في غيه وانتهاك الحرمات وثفتك بالمسلمين في كل مطال كذلك تبين الرابطة أن عزة الأمم وكرمتها تقاس بمدى حرصها ومدى دفاعها عن مقدساتها والتزامها بدينها التي شرف الله بها ومن المقدسات التي شرف الله بها أمة الإسلام والمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين والذي يتعرض اليوم لانتهاكات صهيونية واعتداءات غير مسبوقة تستدعي من كل مسلم قيور على دينه أن ينهض بنصرته والدفاع عنه عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ونطالب الرابطة المسلمين حول العالم ومؤسسات المجتمع الإسلامي والعربي المدني بالتضامن وترك الخلاف على جنب ونمنع تلك الاعتداءات الآثمة ضد المسجد الأقصى المبارك الذي يصرخ ويأن تحت وطأة هذا الاحتلال الغاشن كما يتوجب على كافة الحكومات الإسلامية وضع خلافاتها جاذبا والتضامن لحماية المسجد الأقصى وتحريره وحماية الشعب المقدس الأعزل الشعب المقدس الأعزل الذي يناضل ويواجه جيشا همجيا بما لديه من أسلحة وعتاد شاكرين لكم حضوركم شاكرين لكم تضامنكم نشكر الدكتور محمد الفايز والآن الكلمة مع الأستاذ خالد السلمي رئيس اللجنة الإعلامية في رابطة أعضاء هيئة التدريب معاهد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تتبعهم بإحسانه إلى يوم الدين في الحقيقة أنا محرج أن أتقدم أمام شيخي شيخنا أحمد القطان تسمح لي يا شيخ بعد ذلك شكرا الله خير الأخوة والأخوات باسمي وبالنيابة عن زملائي في رابطة أعضاء هيئة التدريب أتقدم بادئ ذيبد بالشكر الجزيل للأخوة في الاتحاد العام لطلبة التطبيق على جهودهم في الدعوة لهذه المدوة فاجزاهم الله عن خير الجزاء أما بعد فإن أهم ما يجب الوقوف عنده مع تكرار الأحداث في فلسطين والقدس والمسجد الأقصى هو فهم طبيعة هذه القضية إذ يجب علينا جميعا أن نعي أن المحاولات المحمومة والتي تمارس من أعداء الخارج والداخل لتحويل قضية الأقصى من كونها قضية إسلامية عقدية صرفة واضحة المعالم واضحة المعالم والمآلات إلى حالة نسبية تخطع لحسابات السياسة وأمزجة السياسة فيجب علينا جميعا أن لا نقصي أقصانا بزيف التاريخ والشعارات وأن لا نغرق في محول المفاوضات وتقلب المسارات فالصراع في حقيقته هو صراع ديني صراع ديني عقدي واضح المعالم ليس من طرفنا نحن كمسلمين فحسب بل من طرف اليهود ومن والاهم أنفسهم فلا يظن ظان أو يتوهم واهم إنهم ستنازلون عن عقيدتهم للمسلمين قيداء مولا الأخوة والأخوات إن النصرة الأقصى لا تأتي بالأمان والنوايا الحسنة ولا بإلقاء المسئولية والتبعه على الشعوب والحكومات ولكنها تأتي حقيقة بنصرة الإسلام في أنفسنا فقد قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فالواجب علينا جميعا أن يكون الأقصى حالة عقدية يومية لا موسمية تطرأ مع كل طارئ فقد أضحى الكثير منا مولع بالمطالبات في كافة مناح الدين والدنيا دون أن يكون لنا عمل أو مبادرة كبرت أو صغرت نتساءل جميعا هل أحيينا قضايانا في أنفسنا؟ أم بتنا تصدغ علينا المقولة ظاهرة صوتية؟ ولعل هنا أختم للفرصة لأكرر شكر لي لاتحاد العام لطلاب التطبيقي على مبادرة بهذه الندوة سأل المولى عز وجل أن تكون في ميزان حسناتهم ورسالتي الأخيرة لأهلنا في الرباط في الأقصى المبارك فأني لن أقول لهم ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون بل سأقول لهم كما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الأستاذ خالد على هذه الكلمة الطيبة وفعلا مثل ما قال القضية ليست بغضية سياسية بل هي غضية عقيدة ودين فلابد أن نعيد إحياء الذكرى في قلب كل مسلم على ما كان عليه حتى لا نرى يوما من الأيام جميعنا كفلسطين لا نستطيع العودة إلى ما كنا عليه كما يقول ما كانت الدنيا بمبلغ همنا تفنو وكل من عليها فان هذا طريق الحق فامضي من هنا واترك طريق الذل والخذلان والآن الكلمة مع الأستاذ الدكتور آسف عبد الرحمن الأصميط الرئيس الفخري لنقابة العاملين في الهيئة فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حضورنا الكرام نشكر لكم هذه الدعوة من الأخوة في اتحاد الطلبة ونشكر الحضور الكرام والأخوان والمشايخ اللي حاضروا في هذه وسوف يحاضرون في هذه الندوة نحن في نقابة الهيئة العامل للتعليم التطبيقي يعني اعتبر من منظمات المجتمع المدني ونطالب جميع منظمات المجتمع المدني في التدخل إلى الآن يعني هذه تحسب لاتحاد طلبة التطبيقي إنهم كانوا سباقين في هذه الندوات والأقصى لا يخص الفلسطينيين وحدهم ولا يخص العرب وحدهم ولا يخص المسلمين وحدهم وإنما يخص جميع الكتب السماوية فالأقصى يعني حد خط أحمر يجب أن لا نسكت على هذه التجاوزات لتحصل من إسرائيل ولولا ضعفنا لما شاهدنا المشاهد التي ترسل الآن في وسائل التواصل الاجتماعي وللأسف التي يندى لها الجبين بالعكس نحن كنا نتوقع أن يكون المسلمين لهم وقفة أشد من هذه الوقفات إلى الآن في كثير من الدول لم تشجب حتى شجب مجرد شجب ويستنكار ولكن ونشكر أيضا دولة الكويت كانت سباقة في الشجب ولكن نحتاج إلى وقفة شعبية يجب على الجميع أن يتفاعل مع هذا والآن نوجه رسالة إلى إسرائيل أنتم من أشعلتم شريط الإرهاب التدخل في دور العبادة بهذه الطريقة سيؤدي إلى التدخل في دور عبادة المسلمين والمسيحيين واليهود فهذه خطوة خطيرة يجب على حتى اليهود أنفسهم أن يراجعوا أنفسهم لأن العملية هذه ما هي عملية احتلال وأنما تكون العملية بطريقة التي هي التدخل في الأديان بعدين حرب العقائدية صعبة جدا فنرجو من العقلاء من اليهود نحن لا نتكلم عن المسلمين ولا نتكلم عن المسيحيين وإنما من اليهود نفسهم أنهم يتدخلوا لوقف هذه التجاوزات قبل أن يتدخل المسلمين فللأسف جانبنا ضعيف جدا إسرائيل تدعي محاربة الإرهاب وهي من تصدر الإرهاب فنحن نطالب جميع مؤسسات المجتمع المدني ونستغرب أيضا من سكوت كثير من المنظمات ويعني مثلا على سبيل المثال جمعية المحامين وين دورها وين الجمعيات الثانية يا جماعة لازم الوقفة هذه تكون وقفة جماهرية ما هي تكون وقفة فردية أو حتى على مستوى ضيق المفروض تكون واسعة جدا ارتداد هذه الموجة يجب أن تكون على جميع الدول العربية والإسلامية إلى الآن ما شفنا موقف يعني بالعكس مواقف الفلسطينيين داخل فلسطين يعني ترفع الرأس ولكن للأسف احنا ما شفنا أي موقف وكذلك الله سبحانه وتعالى يعني يوصينا ومن أظلمه من من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ما أفتكر فيه خراب أكثر من هذا الخراب عندما تمنع المصلين أن يصلون في المسجد بحجة أنك راح تأتي يعني لازم يعدون عن طريق البوابات الإلكترونية فهذا وضع خطير جدا يجب أن تكون لكل مننا وقفة في هذا المجال جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفي جهودكم ونشكر اتحاد الطلبة على هذه الندوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الدكتور عبد الرحمن الأصميت على كلمته ومثل نقابة العاملين فليل عامل التعليم والتطبيق والتدريب والآن مع الأستاذ براء لوهيب المتحدث بيسم رابطة شباب لأجل القدس فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصاحبه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين بالبداية أثني على كرام الأساتذة الأفاضل وأحب أكد أن الاعتداء الذي وقع على الأقصى مؤخراً هو ليس اعتداء وليد اللحظة وإنما هو امتداد لسلسلة اعتداءات بدأت وتيرتها في التصاعد قبل أكثر من سنتين وليس نتيجة ترد فعل لعمل فلسطيني عابث طائش استفز الصهاينة مثل ما يروج صهاينة العرب الحقيقة أن الصهاينة المحتلين ما حد استفزهم لما بدأوا سلسلة اقتحامات الأقصى والاعتداء على المصلين داخله ما حد استفزهم لما كرروا محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى هم أصلاً مستفزين بسبب أن كثير من شعوب العالم بدت تعي حقيقة ما يجري في فلسطين وتجرم أفعال الصهاينة فيها هم مستفزين لأن بعض الحكومات الأوروبية بدأت تبسأ اسم الجناح السياسي لحركة حماس من قوائم الإرهاب فيها هم مستفزين لأن منظمة اليونسكو أقرت بأن كل الأقصى معلم إسلامي خالص بما فيه باب المغاربة بس عشان أنه ما يكون كلامنا كلها شحن عاطفي وفضفضة ونطلع من الباب ناسين كل شيء الحياة تكافئ الأفعال وإحنا بيدنا نفعل كثير ما زال بيدنا سلاح المقاطعة ولما تكون منظمة وفعالة بتكون نتائجها أفضل وممكن هالشي يتم بالتنسيق مع حركة بي دي أس للمقاطعة حركة بي دي أس أنصح الكل بمتابعتها اختاروا اللي يعجبكم من مواقع التواصل الاجتماعي شوفوا حسابهم هناك تابعوا أخبارهم وانشروها وشاركوا بالحملات اللي تنظمها كذلك عندنا نقدر نجمع التبرعات لدعم الصامدين والمرابطين سواء في القدس أو في غزة كذلك من وسائل النصرة عندنا تصدي للإعلام الصهيوني واليوم كل واحد يقدر يكون مؤسسة إعلامية تمشي على رجلين بفضل الله ثم بفضل تكنولوجيا مواقع التواصل الاجتماعي اللي عنده القدرة اللي عنده المعلومات اللي عنده لغة يشارك يرصد الهاشتاكات النشيطة يتابع الحسابات الإخبارية المعروفة المشاهير حسابات إخبارية تنزل جزء من القصة ردوا عليهم وحطوا الأمور اللي ما حطوها أهم اللي تثبت عدالة القضية وتأيد موقف المسلمين وموقف الفلسطينيين المشاهير لاعب كرة مشهور قال كلام طيب في حق الفلسطينيين انشروه وشجعوا المشهور هذا عشان يتشجع أن يقدم أكثر ويأثر على ناس أكثر بالمقابل مذيعة ولا ممثلة قالت كلام منحز للصهاينة ردوا عليها بينوا لها خطأها بينوا لها موقفها غير أخلاقي وهذه موقف صارت من قبل ونجحت وتيب أثر وبالنسبة للي قدراتهم محدودة كفاية أنكم تتابعون حسابات نشيطة في الدفاع عن قضية الأقصى وفلسطين هذا بحد ذاته دعم تشوفون صورة على الانستجرام فيها رسالة تدعم قضية فلسطين تعطونها لايك هذا نوع من الدعم تغريدة بتويتر تعطونها رتويت هذا دعم ولا ننسى سلاح المؤمن وهو الدعاء الدعاء قبل العمل وأثناء وبعده وجزاكم الله خير نشكر الأستاذ البراء الوهيب على كلمته متحدثا باسم رابطة شباب القدس والآن يشرفني بأن أقدم لكم الشيخ أحمد القطان الحمد لله رب العالمين بكل المحامد على كل النعم أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد أيها الأحباب إني أحبكم في الله من هنا من منبر الدفاع عن المسجد الأقصى إلى هناك في الأقصى في القدس في فلسطين في أرض الوقف إلى يوم القيامة والتي رفض السلطان عبد الحمد رحمه الله العثماني أن يوقع اليهود أن يوقع اليهود موقع شبر حتى حاربوه فأزاحوه فضحى بملكه ومملكته من أجل القدس والأقصى وفلسطين نقول للحاكمين اليوم أين دوركم؟ لماذا هذا الصمت المريب؟ لماذا أن يتحول الكثير إلى شياطين خرش؟ قضية الأقصى والقدس وفلسطين هي قضية العالم الآن تشكل أزمة للعالم فكل واحد ينتمي إلى هذه الأمة يجب أن يسأل نفسه ما دوري في نصرة الأقصى واليوم نحن بأيدينا هذه الأجهزة أجهزة التواصل وبإمكاننا أن ندخل عن طريق الملفات التي تنصر هذا الدين وهذا المسجد وفلسطين بإمكاننا أن نستفيد من منظمات كثيرة موجودة في العالم تحارب العنصرية هؤلاء الذين منعوا صيحة الله أكبر على المآذن فأشعل الله عليهم حريق الغابات وشاركت دول عظمى في أطفائها فما استطاعت حتى تلت على غاباتهم لأنهم لا يعلمون أن صيحة الله أكبر بها تطفأ النيران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما منعوها اشتعلت الغابات بإذن الله الآن غابات الغرب تشتعل لأن هناك شركاء أخفياء لهذه الدولة العنصرية التي أمام منظر العالم ومجلس الأمن وهيئة الأمم والجامعة العربية وكل المنظمات تعلن عنصريتها ولا تبالي لم تصنف حتى الآن في رتبة الإرهاب وهذا أمر خطير إلى الآن لم تصنف عالمياً أنها عنصرية وهذا أمر خطير رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخبر الصحابة رضي الله عنهم قالوا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر معه البيت المقدس يا الله منذ ذلك التاريخ البعيد يجلسون مع الحبيب يتذاكرون البيت المقدس يا الله واليوم نحن نتذاكر البيت المقدس والأجيال القادمة سيتذاكرون البيت المقدس لأنها قضية الأمة هي ليست قضية الشعب الفلسطيني إن قضية الأمة الإسلامية كلها زخم كبير مليار ويزيد على المليار يحملون هذا الهم ويدافعون عن ثالث مسجد يشد إليه الرحال هنا عندنا في الكويت لجلة الرحمة تعرفون من مشاريعها العجيبة مشروع اسمه شد الرحال وهذا أمر عجيب يعني شنو شد الرحال يستأجرون باصات بالعشرات ينقلون الفلسطينيين من الضفة إلى القدس وحول الأقصى يشكلون زخم بشري ولا شك إن هذا مشروع عجيب اسمه شد الرحال لأننا مأمورون أن نشد الرحال شد الرحال إلى المسجد الحرام شد الرحال إلى المسجد النبوي شد الرحال إلى المسجد الأقصى المسجد الثالث بيّن عليه الصلاة والسلام أن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وفي المسجد النبوي بألف صلاة فلما جاء الأقصى بدأ التدرج بالفيض الإلهي فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في المسجد الأقصى ميتين وخمسين صلاة ثم ارتقى إلى خمسمائة صلاة ثم ارتقى إلى ألف صلاة أحد زعماء العرب هلك قال في مؤتمر كبير جدا قال المسجد الأقصى كسائر المساجد ثم قال فلتذهب القدس في ستين داهية فرددت عليه بخطبة قلت له أنت ستذهب بإذن الله في ستين داهية وفعلا إلى الآن ليس له قبر ألقي القبض عليه في المجاري ثم أقتيد وقد كان يقول للشعب يا مقملين يا جرذان سأحاربكم زنكا زنكا ثم أقتيد وألقي في الصحراء جثة أكلته الضباع والذئاب حتى ليس له قبر في الأرض الله الله هكذا يدافع الله عمن يحارب الأقصى الذي بشر عليه الصلاة والسلام أن طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذنهم ومن خالفهم إذن معنى أن هناك مخذلون ومخالفون لكن ما يضرهم سيظلون ظاهرين إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله فسألوا الصحابة أين هذا يا رسول الله قال في بيت المقدس وفي أكناء في بيت المقدس هذا كلام وحي وليس كلام إثارة عواطف قول الله ورسوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الله فلما انتقل على البراق إلى المسجد الأقصى وهناك صلى بإخوانه الأنبياء كان بإمكانه أن يكتب الله له أن يأتي بالأنبياء في المسجد الحرام لا 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 الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يريد أن يربط هذه الأمة والأنبياء الذين مضوا في هذا الموقع الأقصى ومنه ارتحل وعرج إلى السماوات العلى وتلقى أعظم هدية الصلاة خمسين صلاة ثم صارت خمس صلوات بمشورة من بمشورة موسى عليه السلام نبي يهود الذي قال هدنا إليك فآذوا موسى ما لم يؤذى أحد فماذا تتوقعون أن يفعلوا بنا الآن يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى فقد أخيف في الله ما لم يخف أحد وقد أخفت وأوذيت في الله ما لم يخف أحد يا الله شوف الربط شوف الربط العظيم ولما نزل من المعراج معه الصلاة أين نزل هو هذا السؤال أين في المسجد الحرام لا في الأقصى في الأقصى وهذا ربط ثاني وثالث في هذه القضية ومن الأقصى إلى المسجد الحرام مرة ثانية العجب أن الله قطع الزمن في هذه الرحلة لأن فراشه الذي طلق منه عاد إليه دافئ وكلكم أنتوا إذا نمت وبعدين انتقلت خطوتين ثلاث يا برد فراشك الفراش دافئ أين الزمن رب الزمن أوقف الزمن من أجل الأقصى يا الله إذن إن الله على كل شيء قدير ولكن اليوم الأمة تمتحن بالأقصى البشرية تمتحن بالأقصى وإلا الأقصى محفوظ الأقصى محفوظ والأقصى هو ليس هذه قبة الصخرة يريدون أن نعتقد أن هذه الأقصى بس أما ما حوله ذلك السور العظيم وتلك الأبواب العظيمة حتى أحد الأبواب اسمه باب القطانين وأنا فرحان أن اسمه بهذا الاسم وأستبشر أن أحد أبواب الأقصى اسمه باب القطانين أحبتي في الله الأقصى قرآن يتلى عندنا هل نتنازل عن القرآن؟ الأقصى عندنا سيرة الفاتحون النبلاء العظام كأمثال أبي عبيد عامر بن الجراح وخالد بن الوليد والصحابة رضي الله عنهم في معاركهم ضد الرومان فتحوا الأقصى عندنا سنة وأحاديث ما أكثر الأحاديث التي جاءت في القدس وفي الأقصى يقول من الصحابة يا رسول الله ما أول مسجد بني على الأرض؟ قال المسجد الحرام قالوا المسجد الثاني قال المسجد الأقصى ما بينهما؟ قال أربعون عاماً هذا الحوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة يبين أنها قضيتهم قضيتهم والأشد من هذا أن معركتنا مع أعدائنا معركة وجود وليس معركة فقط حدود يجب أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر لن تقوم الساعة حتى تقاتلكم اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فاقتل الله يشارك الحجر يشارك الشجر قال إلا شجر الغرغد فإنه من شجر يهود شوف يعني العمال تمتد حتى إلى بعض الأشجار وليس إلا بعض الزعماء وبعض لا 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 صور تخيل في شجر صامت من جدار الصامتين وشجر ينادي تعالى تعالى يا مسلم يوم أن تتساقط كل الشعارات إلا شعار يا مسلم يا عبد الله إخلاص وتحقيق العبودية لله رب العالم وأن تنتمي إلى هذه الأمة العظيمة يا مسلم يا مسلم تهاوت الشعارات حتى لا يكون الكلام عاطفي فقط وإنما هناك وصايا عشر منها الافتتاح بالمناسبات الخاصة والعامة الآيات والأحاديث اللي تذكر القدس والأقصى حتى تظل القضية حية عندنا أثنين شرح وتفسير الآيات التي تذكر الإسراء والمعراج والقدس والأقصى ثلاثة جمع حاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة المبشرة بالنصر على يهود وتحفيظها بعد شرحها لأطفالنا جيلاً بعد جيل هذه قضية مهمة كذلك التبرع بالمال للأقصى وللانتفاضة ولمشروع شد الرحال نعم وكذلك لصق ملصقات يشاهدها الطفل في البيت في السيارة على حقيبته ضع صورة الأقصى والقبة الذهبية هذه اللي بناها سليمان من عبد الملك ضعها على حقيبة أبنك وهو يمشي يشوفها أمامه على حقيبة زميلة وراء محمولة على حقيبته لا تخجل هذه قضيتك هذا دينك أنا أرجو كل مدرسة على كل طاولة تكون هذه الصورة موجودة تكون هذه موجودة حتى تحيى القضية في حس الأطفال اليوم كذلك أيها الأحبة متابعة الأحداث في الإعلام مع الأطفال والبيت والأسرة والأصدقاء لقد شاهدنا شاب يمشي أو بعدين أحد الجنود المدججين بالسلاح ركله بكتفه فعاد الشاب عليه وبطحه ودكه على الأرض ثم غطعوا التصوير ما ندري قتلوه وإلا سجنوه وإلا كذا لكن انظر إلى الشجاعة شاب أعزل شعب أعزل يواجه بدمائه وعظامه والله يضربون لنا البطولات اليوم يعني هم الآن يحملون مسؤولية إحياء الجهاد بمثل هذا الثبات امرأة مريضة في السرطان فتح لها اليهود شيك مفتوح بس اطلعي من بيتك وحارتك هذه اللي انت فيها ووقعي المبلغ اللي تبين قالت لا أموت في أرضي وفي بلدي ولا أوقع لكم شبرا واحد الله وين الضرورة هنا يمكن لو عندنا على طول يدورون الفتوى الضرورات تبيح المحظورات الفتاوي ذات البلاوي اللي ودرت الأمة ومقدساتها مع الأسف الشديد كذلك أحبتي في الله المشاركة بالدروس والمهرجانات كهذه والمسيرات من أجل نصرة الأقصى حفظ الأناشيد الخاصة بالقدس والأقصى وتردادها مع الوالدين وكذلك فتح بين الحين والحين الملفات كذلك زيارة الجرحة من الشباب الذين جرحوا أو زيارة أهلهم الذين استشهدوا وقد رأينا صورة الشباب الذين استشهدوا ولحاهم والابتسامة على وجه الشهيد لأنه يرى مكانه في الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله سبعة خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه ويرى مكانه في الجنة هنا يبتسم يبتسم وهو يموت يبتسم يرى مكانه في الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها ويزوج باثنتين وسبعين زوج من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه والله إذن من هو الخاسر الخاسر الذي يقتل والرابح هو الشهيد الدم مسكي والله يعطيه في منازل اسمها منازل الشهداء وشوقاه وكان من لطف الله بنا أنه قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإمات على فراش الله والمرء يحشر مع من أحب ولا نهل إلا أن نلتقي معهم هناك في تلك المنازل ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله يا موات بل أحياء ولكن لا تشعرون نعم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء حياة أرقى من حياتنا هذه وأكمل وأجمل وأطيب من حياتنا هذه كذلك أحبتي في الله زيارة الجرحة اسماع الأطفال عبارات الجهاد والصبر والشجاعة كذلك تقديم الهدايا لهم والأوسمة لهم تشجيعا لهم وزيارة أسر الشهداء وكلنا نسمع الأم التي يعني فرحانة أنها في بيتها الشهيد يا الله وبعضهم تذكرنا بالخنساء التي فقدت أولادها فجاءت الخنساء الفلسطينية التي يعني تضرب المثل في الصبر والثبات وتحمد الله سبحانه وتعالى واليوم الأمة الإسلامية تضرب الأمثلة على مستوى الأمهات والأولاد والزوجات والبنات سواء على أرض الشام أو على أرض العراق أو أراضي كثيرة في الأمة الإسلامية ثباتٌ بعد ثبات وصبرٌ بعد صبر وتحمل للسجون وتحمل للتشريد والتهجير وكل يوم يولد مخيم ولكن ماذا نقول حسبنا الله سيؤتين الله من فضله إنا إلى الله راغبون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضلٍ لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضلٍ عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله نعم أيها الأحبة لا تبديل وما بدلوا تبديله مهما لوحوا بالذهب مهما لوحوا بالمراكز مهما لوحوا بالتهديد وما بدلوا تبديله لأن الله يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إنما التبديل يحصل في حياة البشر الرويبضة الرويبضة الله قالوا يا رسول الله ومن هو الرويبضة قال الذي يتحدث التافه الذي يتحدث بأمر العامة الله والله تصوير والله تشخيص نبوي لهؤلاء التافهين والأقصى منهم بريء يا تلاميذ قدسنا علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا علمونا أن الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ما سنثمينا يا تلاميذ قدسنا لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا اضربوا اضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألونا نحن أهل الحساب والجمع والطرح فخوضوا حروبكم وتركونا إننا الهاربون من خدمة الجيش فهاتوا صياطكم وجلدونا نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامى لا يملكون عيونا قد لزمنا جحورنا وطلبنا منكم أن تقاتلوا التنين قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتم خلال شهر قرونا يا تلاميذ قدسنا لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤون نحن حكامكم فلا تشبهون نحن أصنامكم فلا تعبدون نتعاطى القاتل السياسي والقمع ونبني مقابرا وسجون حررونا من عقدة الخوف فينا واطردوا من رؤوسنا الأفيون علمونا فن التشبث بالأرض ولا تترك الرسول حزين علمونا فن التشبث بالدين ولا تترك الرسول حزين يا أحباء أنا الصغار سلاما جعل الله يومكم يا سمين من شقوق الأرض الخراب طلعتم وزرعتم جراحنا نسرين وزرعتم جراحنا نسرين هذه ثورة المنابر والذكر فكونوا على الشفاه لحونا أمطرون بطولة وشموخا واغسلونا من عارنا اغسلونا لا تخافوا سحر فرعون ولا هامان واستعدوا لتقطفوا الزيتون إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين يا مجانين قدسنا ألف أهلا بالمجانين إنهم حررون إن عصر العقل السياسي ولا من زمان فعلمون الجنون من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود من حزننا المسفوح في صبراش يرابا لليهود من عار مرضعة تذيب الدمع سقيا للوليد من صرخة الأيتام من تفضت لها همم الرقود تستمطرون الخصب في صحراء عالمنا البليد جاءوا مع الشيطان أحزابا تلوح بالوعيد أذناب خيبر بل بقايا من سلالات القرود أماه قد هدموا الجدار وفتشوا صور الجدود ما بال صدرك بأحثروه فكيف يا أمي تعب أماه قد هدموا الجدار وفتشوا صور الجدود ما بال صدرك بأحثروه فكيف يا أمي تعود هل بين أحشاء النساء يفتشون عن الجنود ويقهقهون محمد في القبر أمنا لليهود والقدس عذراء تولول فوق أطلال الصمود قالوا العروبة قلت سعد فخرها وابن الوليد من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود من راجمات ومدافع من راجمات أو مدافع ما تصدت لليهود توهم شارين أسلحة بالتريليونات من حق الأسلحة هذا لقمع الشعوب بس فقط يعني شوف ماذا يحدث في الشام وماذا يحدث فيه أماكن كثيرة يعني بالتريليونات حتى تتصدأ من طائرات تقصف الأيتام في شعب شريدي حوال أصاب قلوبهم فتبدلت لهم حدودي يا قدس لو هتف المؤدن بالجهاد خذي زنودي كل السيوف تكسرت لم يبقى إلا ابن الوليد طوبى لمن طلب الشهادة في معاركة اليهود طوبى لمن طلب الشهادة في مقاومة اليهود لا صلح لا تفوض لا تفريط في أرض الجدود لا للدويلة رشوة ثمنا لآهات الشهيد من صاحب النصر العزيز وصاحب البطش الشديد الله 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 أكبر في صدور الشعب تقصف كالرعود في فتية الإيمان لا خوار ولا جبن العبيد الراكعين لربهم الخاشعين الذاكرين بالسجود آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود آمنت بالنصر المبين يدك أركان الوجود آمنت بالفردوس دارا للمجاهد والشهيد بالمسجد الأقصى تحرره جبابرة الأسود سنخوضها حربا مقدسة ونهزأ بالقيود أنا مسلم أخشى الإله ولا أخاف من العبيد فلتنهضوا ولتمسحوا عار المذلة والخمود لا سلم لا تطبيع لا تقطيع أرضي بالسدود الله أكبر في صدور الشعب تقصفك الرعود الله أكبر فعلا الله أكبر شرف كبير أن نقدم مثل الشيخ أحمد القطان في مثل هذا الموقف وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لكل من حضر وكل من ساهمنا من رابطة عضاء هيئة التدريس ورابطة عضاء هيئة التدريب للمعاهد ونقابة العاملين في الهيئة وأيضا رابطة شباب لأجل القدس والله يعطيكم العافية وأيضا أعتذر لجمعية النجاح الخيرية على وضع شعارهم في الندوة قبل الأستاذ عامل وشكرا نشكر بجانب الأعلام الذي هنا يقوم بنقل هذا الجقاء المبارك لأن الإعلام اليوم الجهاد ونشكر خاص ونشكر الفضائيات التي سنشرون ونشكر بالطاق أن هذا يشتر في بلدين القويت ومشاركة الدولة اقتدامنا سمو أمير البلاد أفضل الله وحكمة الشعب والرابطة وكل الحقيقة إنساني مسلم وقويتي ومشارك بهذه القرية وأبشيركم إن الله سبحانه وتعالى قاضي على كل شيء إن الله على كل شيء نسيقوا به الذي حضم البيت السلام كل يوم نقرأ الصلاة هذه السورة هل مترك إن تتعارى ربك رياضي؟ يا رمالدات العلمة؟ وكذلك هل مترك إن تتعارى ربك يا أصحاب الجميلة؟ وهي الغمم حتى أخذ دموة كاملة بناخر ناخر صالح يا الله وهذا الرحمن الميت ميت لأن الله نسف بريشة وحدة بتورير أو سكون وأنبت عليهم هذا الماء وأنبت عليهم هذا الماء ما يشبش وهذا دورا بتوكل الحليل اشتركوا في القناة شكرا شكرا